الأزمة بتاعة التضخم بقدر منه الأزمة الاقتصادية هي أزمة مستوردة وتضخم مستورد اللي أنه بالقطع أنا أكيد عندي فرص لعلاج هذا التضخم يعني أنا لما أنزل بمعدل البطالة تقريباً النص ده معناه أن أنا عندي قدرة شرائية أوسعة ومعدل إنتاج أكبر ومن ثم يقدر بشكل أو بآخر يتغلب على ارتفاع معدلات التضخم السؤال بقى توصياتكم إيه في مسألة علاج هذا التضخم خلال الحرب في أوكرانيا هديت شوية غالباً هديت بسبب الحرب في فلسطين هو فيه فرص كتيرة حالياً أن احنا بنحاول يعني أو بتحاول الحكومة المصرية عملها وفعلاً أن احنا بنحاول يعني نجزب استثمارات أجنبية على قدر المستطاع ولكن برضو أرجع أقول الحرب في غزة موطرة المنطقة زي ما قال السيادة الرئيس خلال حوال سابق أن الحرب دي هتأثر على المنطقة كلها فتوصياتنا إحنا اللي بنقوله أن إحنا برضو محتاجين نحفز الاستثمار محتاجين أن إحنا نزود القطاع الخاص خلال الفتر قادمة هي استكمال يعني الخطة اللي إحنا يعني أو الحكومة ماشية فيها هي لازم تستكمل للنهاية ما ينفعش أن إحنا نيجي في النص ونغير خطتنا لازم تستكمل البنية التحتية هي أهم شيء البنية التحتية هي أساس نجاح أي دولة ما فيش دولة نكحت أو زاد استثمارها أو زاد الاستثمارات الأجنبية فيها إلا وكان عندها بنية تحتية سليمة وقوية أنا في تسع سنين قطعتوا شرط كبير في مسألة البنية التحتية قطعنا شرط كبير وده بين يعني ده مش محتاج حتى أرصده بعدد أو كده ده أي مواطن مصري يقدر يمشي يعني في الشوارع المصرية هيشوفها ده كمان فيه حاجة ممكن الناس ما تكونش أخذت بالا منها بس تواجد المصريين بالخارج ومشاركتهم في الانتخابات ده يعكس قد إيه وعيهم بالحالة أن ده حالة عالمية أو التحدي ده هذا حد عالمي وليس تحدي داخلي فقط قد إيه هما عارفين وشايفين المنظر يعني من الخارج هما شايفين قد إيه أن يعني التحديات دي تحديات عالمية بتؤثر على دول العالم أجمع الحكومة المصرية بتحاول على قدر المستطاع أن هي تكمل في خطتها وأن هي تقلل معدلات التضخم وفعلا إذا تقللوا 1% آه نسبة ممكن نستطيع نقول عليها نسبة ضئيلة ولكن في زر التحديات حاليا فهي إنجاز أن أنت تحافظ على مستويات النمو أن أنت توصل 3.8% فده برضو إنجاز أن أنت توصل أن أنت تزود النمو ده إنجاز في خلال آخر تقرير سندور النقد إحنا من أقصر دول العالم نموان في منطقة الشرق الأوسط فده إنجاز يعني في زر تلك التحديات فيجب استمرار من الشريعة البنية التحتية يجب استمرار في تعزيز دور القطاع الخاص لأن ده دور مهم ولازم يكون فيه تنافسية في السوق وده شيء يعني بتسع إليه جاهدا الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة يجب تعزيز الصادرات وده بيحصل حاليا إحنا كانت صادراتنا في 2014 3 مليار دلوقتي إحنا وصلنا 24 مليار بس إحنا نطمح في المزيد من الصادرات المنافسة العالمية صادرات غير البترولية البترولية إحنا بنحاول نوصل للعالم كله قناة السويس طبعا من أهم الملفات عندنا دلوقتي وقناة السويس يعني إحنا بنحصد منها إرادات إحنا وصل إرادة قناة السويس خلال عام 23 لأكثر من 9 مليار 9 مليار طبعا ده رقم ده إنجاز في ملفات الحكومة المصرية السياحة برضه إحنا لما نكون طوامحين أن إحنا نوصل لـ 15 مليون سايح فده معناه أن إحنا يعني وصلين لأرقام يعني عظيمة جدا خلال الفترة الماضية نريد الاستمرار ونريد الإحنا نكمل أنا عظيمة جدا خلال الفترة الماضية